كاملي معاكم فقراتنا وبنحاول نتابع معاكم لحظة بلحظة كل ما يحدث في الشارع المصري بدءا من يوم 25 يناير والاحتفال بالذكرى الأولى لصورة 25 يناير مرورا بكثير من الاعتصامات مرورا بحادث بولسعيد المأساوي وحتى يوم 11 فبراير وكان فيه دعوة للعسيان المدني حسب تقارير معظم الأساسات الحكومية أن الدعوة لم تجد ترحيب عند معظم الناس فيه حدث كتيرة جدا بتحصل بنحاول نفسرها بنحاول نحللها لكن للأسف ما بدأترش نقول فيها معلومات مؤكدة النهاردة معينا المهندس أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري هيحاول يجاوب معينا على كثير من التساؤلات الممكن تكون موجودة عند معظم الناس سبع الخير أهلا وسهلا أهلا بحضراتك خلينا نبتدي بالحادث الأخير كان فيه دعوة أول مبارح للعسيان المدني التقارير معظمها بيأكد أن ناس كتيرة جدا ما شركتش فيها وأن الدعوة فشلت حضراتك شايف إيه من وجهة نظر يعني هو بلا شك النظر إلى هذه الدعوة من منظورين مختلفين يمكن يؤدي إلى نتائج مختلفة لو قلنا أسيان مدني شامل فلا شك أن الاستجابة كانت محدودة إلى حد كبير لأن قضية العسيان المدني قضية كبيرة هي في طبيعتها وبتحتاج قدر كبير جدا من الوعي والتنظيم والتراكم ويعني أنك توصل الناس خطوة خطوة إلى شعور بأنه السبيل ده هو الوحيد لنيل مطالبه عايز أقول في البداية أنه من حيث المبدأ العسيان أو الإضراب أو الاعتصام أو التظاهر مدام يتم بشكل سلمي ولا يلجأ إلى العنف والقهر وإجبار المواطنين على الاستجابة لهذه الدعوة فهو أمر مشروع مقر بالدستور والقوانين وما فيش فيه أي مشكلة خالص لأن ده أحد أدوات النضال الديمقراطي في المجتمعات الديمقراطية لكن ما حدث الحقيقة قادر إذا نظرت له من وجهة نظر أخرى أنه دعوة لتفعيل دور الناس مرة أخرى عشان تؤثر في مجرى الصورة فأنا شايف أنها دعوة لا بأس بيها لكن أنا كان تقديري أنه الدعوة يمكن تكون أوقع لو قلنا إضراب ليوم واحد وفي قطاع محدد من المجتمع وليكن قطاع الطالبة والجامعات ويمن لو حضرتك شفتي التقارير كلها بتقول أن أكثر فئات المجتمع استجابة كانت الشباب والطلبة طلب الجامعات بشكل كبير جدا صحيح والمدهش والإيجابي في هذه اللحظة حكتين في رأيي أن أولا الدعوة برزت بشكل كبير في الجامعات الأجنبية يعني الجامعة الألمانية الجامعة البريطانية الجامعة الأمريكية الجامعة الفرنسية الجامعة الكندية ثم الجامعات المصرية أيضا وده دليل على انصهار كتلة الشباب والطلبة في الحس الوطني والشعور الوطني كنا زمان قبل الثورة بنشتكي بشكل عام أنه الشباب قدر ظهره للعمل العام والسياسة وكان فيه كلام كبير جدا وهو خأ أثبت خطأه طبعا أو ثبت خطأه أن الشباب غير منتمي وغير واعي وغير مدرك في الثورة كل ده يعني انتهى ثم برز الشباب بيعيد الحقيقة للأزهان ذكريات نضال الحركة الطلبية المجيدة مصر بالذات زي ما كان أحد كبار الكتاب الفرنسيين اسمه والتر لاكير بيقول أنه مصر الدولة الأكبر في العالم التي لعب فيها الطلاب دور مهم جدا في العمل الوطني أكبر دولة في العالم بدليل أنه العالم يحتفل في يوم 21 فبراير من كل سنة بعيد الطلاب العالمي تقديرا واحتراما لدور الطلبة في النضال الوطني وشهداء 21 فبراير سنة 49 فالطلبة الإضراب في الجامعة وفي وسط الطلبة والشباب كان ناجح وجيد جدا وإيجابي الظاهرة الإيجابية الثانية إضافة إلى دخول شباب الجماعات الأجنبية هي طلاب السنوي والأول مرة نشوف طلاب السنوي في الشارع بيعبروا عن رأيهم وبياخدوا موقف وأنا الحقيقة ببص المسألة دي أكتر من مجرد صراع حوالين الحكم الآن أو مصار البلد أنا بشوفه في سياقه المستقبلي لدينا الآن نفخر بأن لدينا جيل من الشباب يعني أدم أرتال من الشهداء وكوكبة من المصابين ومصر على أفكاره وأراءه والآن ينضم إلى هذا الجيل طلاب المدار السنوي بما يعني أننا لنكن مطمئنين أن المستقبل في أيدي أمينا لأن هذه الأجيال الجديدة من الشباب المصري اللي ضحت وقدمت شهداء وجرحة بالألاف لن تتخلف عن نهضة هذا الوطن وقيته إلى مصاف الدول الكبرى طب رأي حضرتك إيه في الفترة اللي فاتت في الاتهامات الموجهة لكثير منها السوار والصحفيين والجماعات خصوصا طبعا الجماعات الأجنبية بالعمالة بالتحريض على التخريب بتفيز مخططات أجنبية يعني كل الاتهامات دي وطبعا بالتحريض على العسيان المدني العسيان المدني ليس جريمة حتى يتهم الداعي لها إلى يعني بأنه مجرم أو خارج عن القانون العسيان المدني شكل من أشكال النضال الديمقراطي السلمي المقر وإحنا مارسنا هذا العمل في مواجهة نظام الرئيس المخلوع والعالم كله دعا لي وأعتقد أنه من العار على مصر الصورة أن يحاكم فيها فرض بتهمة الدعوة إلى الاعتصام أو الإضراب مدام لم يلجأ إلى العنف والسلاح لكن نعود إلى المسألة ليه الأمور يعني وصلت إلى هذه اللحظة يعني ويعني ليه وصلنا إلى أولا اتهام الصوار والشباب أنهم عملاء وخوانة وأبضلين فلوس مبارا وكل الكلام الفارغ ده هو كلام فارغ ده إعادة لأحقر وأسوأ أساليب الدعاية السياسية المعادية للمعارضة اللي كان نظام حسن مبارك بيلجأ لها النظام السابق وأنا يعني خطت هذه التجربة منذ أن كنت طالبا في الجامعة في السبعينات لما حصل انفجارات الطالبة في السبعينات بعد هزيم السبع وستين بتطالب بتطهير الأرض المحتلة ومواجهة العدو الصهيوني وتحرير الأرض اللي نجست بالحزاء العسكري الإسرائيلي اتهمونا أننا عملاء وخوانة ومش عارف إيه على لسان الرئيس الأسبق أنور السادات هذا المنهج منهج سقط ولا أحد يصدقه ويجب أننا نحترم نفسنا ونتجاوز هذا المستوى من الانحطاط ونصل إلى مناقشة الوضع في سياقه الطبيعي السياق الطبيعي لهذا الوضع أننا الآن في صراع إرادات ما بين الصورة والصورة المضادة الصورة قامت يوم 25 يناير 2011 ورفعت فيه ميادين التحرير في أنحاء مصر كلها وقدمت آلاف من الجرحة والشهداء عشان تحقق ثلاث مطالب أساسية حددتها المظاهرات والشعرات اللي رفعت في الأيام دي أول حاجة الشعب يريد إسقاط النظام ده شعار الناس كلها متفق عليه حتى هذه اللحظة قادر أقول بمنتهى الثقة أن نظام حسن مبارك لم يسقط وأن حكم حسن مبارك لازال قائما وأن حسن مبارك يدير هذه الدولة من خلال وجوده في الأجهزة القائمة في إدارات الدولة في أجهزة إعلام النظام السابق النظام لازال قائما ولم يسقط منه إلا القشرة الرفيعة اللي فوق وبالتالي هذا الشعار اللي طرحته الصورة لازال قائما الصورة طرحت شعار مدنية لا دينية ولا عسكرية أي أنها نادت بدولة ما فيهاش حكم ديني ولا حكم عسكري نحن نحكم الآن بقوة سياسية بتعلن ليل نهار أنها عايزة تعمل دولة دينية وأحزاب سياسية القانون والدستور بيمنع تشكيل أحزاب على أساس ديني انشئت أحزاب على أساس ديني القانون والدستور بيمنع استخدام الدين في السياسة واستخدام المساجد ودور العبادة في الدعاية الدينية استخدمت بكسافة وتم تكفير كل المعارضين لهذا الطيار ولم يتخذ أي إجراء في موجهتهم وتضفقت على هذا الطيار مليارات من الخليج ومن دول نفطية عشان يهدوا الثورة المصرية ومحدش كلمهم وفي الوقت اللي بيصار الغبار على جماعات حقوق الإنسان اللي بتتلقى تمويل من الخارج لم يبحث أي شيء أي إنسان ولم يحقق في المليارات اللي دخلت للطيارات الدينية الآن أكمل بس فالدولة المدنية تتهددها اختطافها وتحويلها إلى دولة دينية أو دولة عسكرية النقطة الثالثة قضية خبز حرية عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية لا الإنسان المصري بعد الثورة خد حريته بدليل الأحكام العسكرية والألاف من الشباب اللي حكموا بها ولا استرد كرامته الإنسانية لأنه لازال يعامل كما كان يعامل قبل نظام حسن مبارك ولم يتحقق لي العدالة الاجتماعية الأسعار والحياة أصبحت أسوأ مما كانت قبل الثورة من المسؤول عن هذا الأمر؟ المسؤول عن هذا الأمر الذي يحكم الدولة الآن المجلس العسكري ومجلس الشعب والجماعات الدينية التي تصدرت المشهر حينما يخرج الشباب سائرا وبيقول بشكل واضح أن الثورة اختطفت وتم وهناك محاولات لوقدها وإجهاضها له كامل الحق وحينما يدعو إلى الإضراب السلمي أو العصيان السلمي له كامل الحق والمدان هنا الذي يتصور أن الثورة انتهت وبيحاول يؤبنها ويضعها في النعش وهو غير مدرك أن قوة الثورة في مصر جبارة وهادرة وإذا ظن أن الثورة انتهت يبقى بيحط نفسه في مواجهة الشعب لأن الشعب ينتظر وفي لحظة ترقب وإذا نفذ صبره سيخرج مرة أخرى إلى الميدين ربما بأكثر وأعنف مما كان في 25 يناير 2011 من 25 يناير 2011 حتى النهارة فيه السنة مرت على ثورة يناير حققنا تقريبا قد إيه من طلبات أو مطالب الثورة؟ أقل القليل مش هادر أقول نسبة معينة لكن لا تتجاوز في تظن 10% مما هو مطلوب يعني بنكتلم فقط في إسقاط رأس النظام بالضبط لأنه الحقيقة الثورة في جوهرها ليست مجرد أن أشيل فلان وحط فلان يعني زي ما كنا أيامنا اللغنية الشائعة شالوا قلدوا وجابوا شهين الثورة إحلال طبقة اجتماعية ما كان طبقة اجتماعية إحلال طبقة طال حرمنها من الفقراء والمحرومين 75% من الشعب المصري ظلم ظلم بين طوال 30-40 سنة اللي فاتت ونهب وصرق ويعني استغل واستبد به بيطمح إلى أن يعيش بكرامة وحرية الثورة هي بناء جديد للمجتمع مفيش حاجة تغيرت أي مواطن الآن يدرك جيدا أن ريمة عادت لحالتها القديمة مفيش حاجة حصلت واللي بيزعم أنه فيه ثورة وأنجزة الكثير يبقى بيدلس على الناس الثورة لازالت في الأرض الثورة في نفوس الناس الثورة في روح الشباب الهادر اللي بيتحدى بالصدر الأعزل الرصاص وبيقدم كل يوم بدون تردد الشهداء شهيد وراء آخر الثورة في أمل الناس أنها تتغير للأمام ما لم يحدث هذا ما لم يشعر المواطن أنه بياكل أحسن وبيشرب أحسن وبيلبس أحسن وعايش باستقرار وابنه بيتعلم وبيشتغل لما يتخرج يبقى الثورة ما أنجزتش مهمها ويبقى لازم نظر في الشارع وفي ميادين التحرير حتى لا تسرق مننا الثورة ونعود نندم في المستقبل على فقدانها يعني على الأقل نحقق الأهداف الأساسية حداك في وسط كلمك تلمت على التمويل الأجنبي اللي بيذهب لعدد من المنظمات المجتمع المدني أو المنظمات الأهلية من فترة طويلة وإحنا ويعني الملف ده تفتح وابتدت أصابع الاتهام يعني بتروح على المنظمات اللي بتحصل على تمويل من دول الغرب بعيدنا تماما عن فكرة الطيار الإسلام السياسي أكثر تحديدا أن أصابع الاتهام تذهب إلى منظمات حقوق الإنسان التي فضحت وكشفت ممارسات المجلس العسكري والحكم الحالي في مواجهة الشباب في شارع محمد محمود وميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء وفي شارع أصر العين لم يقدم إلى التحقيق أي منظمة حقوقية تتلقى أموال بشكل أخطر بكثير مما تلقته هذه المنظمات لأنها إذا كانت لم تتصدى إلى التشهير بالممارسات العنيفة ضد الشباب أنا عايز أكون أكثر وضوحة أنا ضد التمويل الأجنبي تماما ليس فقط للمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان وإنما إحنا الدولة يجب أن تحترم نفسها ويعني تبني نفسها من عرق جبنها الآن إذا كنا عايزين ناخد موقف من التمويل الأجنبي أنا رأيي لابد أن نضع نقطة على الحروف أول حاجة أنه التمويل الأجنبي ده يعني يجب أن ناخد موقف من كل أشكال التمويل الأجنبي يعني من التمويل الأجنبي اللي بييجي للمجلس العسكري مليار و250 مليون دولار كل سنة من أمريكا من التمويل الأجنبي اللي بييجي للدولة وللحكومة وللقطاع العام والغيره من التمويل الأجنبي اللي بييجي للطيرات الإسلامية من التمويل الأجنبي اللي بييجي لباقي منظمات حقوق الإنسان من أمريكا أو من غيرها إذا كنا جدين مش مسألة ايه فرقعة وتشويه القطاع او يعني تصفيت حسابات هناخد يعني طب هنحل مشكلة الجماعات دي تمشي ازاي انا في رأيي اقترحت هذا الامر في اكثر من نادو ومؤتمر واعيد تكرار احنا محتاجين صندوق وطني لتمويل العمل الاهلي والعمل منظمات المجتمع المدني انا يعني باقترح انشاء صندوق حتى لو في دول اجنبية عايزة تدعم المجتمع المدني ما تدعمنيش انا بشكل مباشر لا تحط الفلوس دي في الصندوق والدولة تضع يعني ادي الاموال اللي جاي من بره في هذا الصندوق وتتشكل هيئة مدنية ما يكونش لها علاقة بالحكومة عشان ما تحولش الى هيئة بيروقراطية فاسدة زي كل الهيئات القائمة هيئة مدنية من اشخاص مشهود لهم بالنزاهة والوطنية تبقى مشرفة على هذا الصندوق انا صاحب عندي مثلا هيئة من هيئات المجتمع المدني عندي اقتراح بجدوى الاعمال وبانشطة طول السنة دي بقدم ميزانية بوديها للصندوق ده هو بيدرسها شافها انها يعني مفيدة للعمل الوطني لا تمس الامن الوطني تؤدي الى الصالح العام بيقرها ويديها الميزانية دي تيبقى عندي هنا مفيش حاجة اسمها دولة في دولة في الدنيا تحترم نفسها تسمح ان دولة اخرى تيجي تدي الفلوس لقوة داخلية بدون ما ترجع عليها هي القضية مش قضية التمويل الاجناميه طب سيكدته ليه لماذا صمت النظام على مدى 10-15 سنة فاتت وبيتم انتهاك ارادته وارادة هذه الدولة لماذا صمت ازاء هذه العمليات النهاردة لان المنظمات دي فضحتهم فبينتقم منها لكن سكت ليه طوال 15 سنة هذا والسؤال يعني عشان ما تبقاش كلمة حق يراد بها باطل اذا كنا جدين في وقفة حقيقية من التمويل الاجنبي فلتكن وقفة شاملة لان هناك اطراف بعينها هناك قوة دينية تتلقى مئات الملايين من الدولارات من دول الخليج لافساد الثورة المصرية واجهاز الثورة المصرية وضربها في الصميم دول الخليج النفطية تخشى خشية كبيرة جدا من انتصار هذه الثورة وبالتالي بتحولها مين هو حد يقول ان هذا المجلس هو مجلس الثورة ده مجلس شعب الثورة فيه قوة في المجلس دي مضادة للثورة عاشت طول عمرها في حضن النظام السابق بيطبطب عليها ويستخدمها لتصفية خصوم السياسيين الآن اصبحوا في مشهد الصدارة وبنسبة مجلس الشعب رأي حضرتك ايه في تشكيل المجلس لحكومة اقتلافية وخصوصا ان طبعا الاغلبية في المجلس للطيار الاسلامي الاغلبية في الطيار الاسلامي لأسباب كتير يطول شرحها ولكن انا رأي انه من الافضل ان الطيار الاسلامي هو اللي يعني يشكل الحكوم لانه اذا كان الطيار الاسلامي يعني يعني وصل الى هذه المكانة وعنده برنامج لحل مشكلات المجتمع المصري على عين وعلى رأس وانا بقول انه والله اذا الطيار الاسلامي ملك البرنامج الحقيقي والقدرة الحقيقية على تحويل مصار الاقتصاد المصري وتطوير اوضاعنا وحل مشكلات المجتمع لابد ان نرفع له القبعة ونحترمه وننتخبه المرة الجاية مش بقى بسبعين في المية بمية في المية لكن انا يقيني ودوء المجلس ايه ان يشكل حكومة ولا انه يرائبها ازاي ممكن هو يختار الخصومة وفي نفس الوقت انا يقيني ان الطيارات الدينية واغلبها لا تملك برنامج حقيقي لحل المشكلات المجتمع المصري وجزء اساس منهم بيطالب بهجم البنوك القائمة لانها بنوك ربوية وبالغاء الضرائب لانها حرام وبالغاء السياحة لانها حرام وبتدمير التراث الفرعوني القديم لانه اصنام وهيدخلنا في متاهات البكيني والخمرة واللبس والبتاع والنهار ده اول نشاط الحمد لله يعني بدأوا به حكموا رفعوا قضية على عادي الامام لانه عمل افلام مش عارف في التسعينات فيها ايه اصدراء قديم مش عارف ايه ومش عارف وفي جامعة عين شمس منعوا تصوير مسلسل ذات لانه البنات لابسة اصير وده كان لبس البنات في السبعينات هو لانه عن الحركة الطلبية في السبعينات وان كنت احد قيادات هو عارف اللبس كان عادي جدا يعني فاذا كان هذه هي الاضايا اللي هيشغلون بيها فانا بقول وانا يمكن طلبت في احد البرامج قبل افتتاح البرلمان زمان كانوا احنا طلبة في الابتدائي بياخدونا رحلة من المدرسة كده يمشونا طبور لحد منطقة اثارية في عين شمس فيها مسلة عشان تفرج عليها انا اقترحت انه مجلس الشعب يطلع رحلة في اول يوم من مجلس الشعب في القصر العيني لحد مبنى الحزب الوطني في مدان التحريق ويقفوا قدامه خمس دقايق حتى يتذكروا العبرة والعظة من هذا المبنى انه عايز اقول انه المبنى ده بيقول لكل الناس اذا محترمتوش ارادة الشعب وفهمته جيدا انه هذا الشعب يعني قام بصورة عظيمة جدا جدا لا يمكن ان يتضحك عليه ولا يمكن انه هو يعني يتوهم حد انه هيسيطر على ارادته لابد ان تعرفوا ان هذا المبنى حرق للحزب كان بيقول انه هو يملك ثلاثة مليون مواطن عضاء فيه وعنده حكومة لديها جيش جرار اسمه الامن المركزي وجهاز جرار قمعي اسمه بحث امن الدولة ومع هذا في 18 يوم تبقره الشعب المصري مش عايز اوانطة ولا عايز تضيع وقت ولا عايز تدخلونا في متاهات احنا عايزين تحلولنا مشكلات المجتمع عايزين تأكلونا وتشربونا وتعالجونا وتعلمونا وتشغلونا وإلا ميدان التحرير قائم فانا ما عنديش اي حساسية وانا بالعكس انا شايف انه دي ورطة للطيرات الاسلامية ومحاولة عمل حكومة اتلافية معناها تفريق الدم بين القبائل عشان لما تيجي تحاسب يقولك الله طب ما كلك ده موجود فيها الليبراليين وموجود اليساريين لا خلينا بقى الطيار الاسلامي ماذا سيفعل اذا نجح وهذا حق انه ياخد هذه التجربة اذا نجح بالفعل سيكون له كامل الاحترام اما اذا ما نجحش فعليه ان يترك هذا الموقع لاخرين يرون ان من حقهم ان يشاركوا في صنع مستقبل هذا الوضع شمهندس احمد بهايد دين شعبان الامين العام للحزب الاشتراكي المصري بشكر حد جدا نورتنا مشاهد دينا استانوا معنا لسه معنا فقرات جاية في نهارك سعيد